انتهت مباحثات المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبيرغ مع زعماء ميليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء دون الإعلان عن أي نتائج بشأن الاتفاق على مقترحاته المقدمة حول فتح الطرق والمعابر في مدينة تعز جنوب غربي البلاد في تعقيد جديد لهذا الملف والذي سينعكس على مسار الهدنة الأممية التي أعلن عنها مطلع نيسان الماضي ومددت شهرين إضافيين مطلع حزيران الحالي جروندبيرغ غادر صنعاء الخميس الماضي بعد 24 ساعة فقط من زيارته وعلى عكس وصوله لم يدل المبعوث الأممي بأي تصريحات حول مباحثاته مع زعماء ميليشيا الحوثي بعد لقاء واحد فقط شمل قيادات ومسؤولين في الميليشيا وكان جروندبيرغ قد أعلن أنه قدم اقتراحا معدلا إلى وفدي الحكومة اليمنية والحوثي الذين شاركا في مفاوضات الأردن مؤخرا لإعادة فتح الطرق تدريجيا وآلية تنفيذها مع التعاهد بضمانات لسلامة المسافرين المدنيين كما يدعو المقترح المنقح لإعادة فتح عدد من طرق تعز بما فيها طريق رئيسي إلى المدينة ومنها إضافة إلى طرق رئيسة في محافظات أخرى الهدف منها رفع المعاناة عن المدنيين وتسهيل وصول السلع الأساسية لكن الجهود الأممية وصلت إلى طريق مزدود بعد نحو أسبوعين من المحادثات في عمان بين الأطراف اليمنية التي فشلت في تحقيق أي تقدم يبنى عليه في المرحلة المقبلة بسبب إصرار ميليشيا الحوثي على فرض رؤيتها ملف تعز يهدد الهدنة الأممية برمتها إذ تعد مسألة فتح الطرق نحو المدينة من ضمن البنود الإنسانية لهذه الهدنة غير أن ذلك لا يزال متعثرا إلى الآن فيما يرى حقوقيون أن ميليشيا الحوثي تعرقل ملف فتح الطرق في تعز لكونها الطرف المتسبب في إغلاقها إضافة إلى تعاملها العسكري مع ملف إنساني بحت يتعلق بحياة الناس اليومية ومفاقمة معاناتهم